هبدأ معاكم بالتأكيد بالنادي الأهلي والنهاردة بالتأكيد الفريب استهنف تدريباته اللي البدأت من يوم الخميس الماضي بنتكلم على مدار 72 ساعة ماضية كان فيه تدريبات يومية لمرس الكولر اللي وصل القاهرة يوم الأربع عمل برنامج تدريب ومحدد للفريب تدريبات يومية والنهاردة تدريب الساعة 3 عشان منتخبنا الوطني عنده مباراة الساعة 7 فهديبقى فرصة للجميع ان يتفرج على مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزنبي تفاصيل كتيرة عن التدريب موقف اللاعبين المصابين الصفقات الجديدة اللي انضمت عمر كمال مع منتخبنا الوطني وسام بوعلي موجود حاليا مع الفريق بعد اكتياز الكشف الطبي والإعلان عن صفقة مهمة جدا للفريق في الفترة اللي جاية كل التفاصيل دي بالتأكيد هنعرفها دلوقتي من خلال زمن فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الترتيبات وآخر الأخبار من ملعب التتش بي الجزيرة فاروق مساء الفل برحب بك زميل العزيز محمد سعيد برحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان ولو تسبح لي في الوداية طبعا يا محمد اتمنى كل التوفيق كل دعواتنا النهاردة كل يعني الجماهير المصرية في كل مكان لمسندة ومؤذرة المنتخب المصر اللي بيستهل مشواره ان شاء الله اليوم يعني في تمام الساعة السابعة أمام فريق منتخب موزنبيق نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله وكون بداية موفقة ان شاء الله نحو البطولة الثامنة بإذن الله في تاريخ المنتخب الفرعنة بإذن الله طيب هبدأ معاك كده مع بعض واحدة واحدة المنتخب أو النادي طبعا تركزنا كله على المنتخب النادي الأهلي رجع للتدريبات من يوم الاربع اللي فات أو يوم الخميس كلها رجع الاربع والأهلي بدأ تدريباته الخميس يعني خميس جمع السبت النهاردة الحد بنتكلم في أربع أيام البرنامج التدريبي ماشي ازاي هل فيه فرصة لإقامة مباراة ودية في مصر هل فيه إمكانية لإقامة معسكر خارجي في الفترة اللي جاية يعني آخر الأخبار عندك يا فارو لو عندك تفاصيل في هذا الشعب يعني خلينا يا محمد أخد الكلام من البداية وطبعا صوت يعلف هو قصوت يعني المنتخب المصري ومشاركته فيه بطولة أمم إفريقيا للجميع طبعا بيتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري زي ما قلنا خلينا أقولك أن على هذا السياق طبعا الكابتن خالد بيبو مدير القرى بالنادل آلي بالأمس كان على تواصل مع لعب النادل آلي الثمانية اللي بينضمه طبعا ليه منتخب مصر المتواجدين مع المنتخب المصري كان ليه حديث طبعا مع الشناوي بيتطمن من الكابتن محمد الشناوي على اللعيبة ويتطمن على الاستعدادات اللعيبة إن شاء الله وبينقله خالص يعني تمنيات الجاز الفني بظهور الشناوي وأيضا يعني محمد محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم مران عطية إمام عشور حمود عبد المنعم كهربا وأيضا عمر كمال عبد الواحد لعب النادل آلي المنضم حديثا لصفوف النادل آلي اللي كان الكابتن خالد تواصل معاه ويعني نقله سعادة الجاز الفني بتواجده مع الفريق النادل آلي وانضمامه النادل آلي وأيضا بيتمنى له التوفيق في هذه البطولة بإذن الله هو وكافة لعب النادل آلي كابتن خالد تطمن من كل اللعيبة يعني على آخر الأمور بالنسبة لهم وتمنى لهم التوفيق وزي ما قلنا يعني الجميع اللعيبة على تواصل أيضا لعب النادل آلي خلينا أقول لك برضو محمد كل لعب النادل آلي يعني النهاردة كانوا على تواصل مش فقط مع اللعبين المنتخب المصري أيضا مع علي معلول اللعب المنتخب التونسي أيضا بيرستاو وآليو ديانج كافة اللعبين الكابتن خالد بيبو وتواصل معهم اللعبين إن شاء الله يتمنى لهم التوفيق مستر مارسل كولر طبعا يعني التدريب محمد انطلق النهاردة في تمام الساعة الثالثة انتهى في تمام الساعة الـ 24 دقيقة مستر مارسل كولر ده يعني وقت كافي عشان يقدر يتفرج على لعب النادل آلي وأيضا لعيب التابع مباراة المنتخب المصري على مدار الأيام الماضية تعرف محمد العودة من الأجازة أو يعني الرابعة للرحل الطويلة اللي حصل عليها لللعابين يعني كان مستر كولر طبعا يعني مجموعة من القياسات تمت للنعابين والجوانب البدنية اللي شغال عليها تيتسيا اندويا مخطط أحمال النادل آلي طبعا بتنسيق مع طبيب تغذية النادل آلي الدكتور إيهاب عالي يعني ترتيب للمرحلة اللي هي بعد العودة من الأجازة ببقى فيه تنسيق للجوانب البدنية والبرنامج التأهيلي للموضوع طبعا الفريق استأنف اللي ابتدت تدريبات الخميس الجمعة السبت النهاردة يعني تقدر تقول برضو لسه الجانب من الأمور الخططية أو الأمور البدنية وعودة طبعا انتعارف الأحمال بتبقى متدرجة شوية للعبين إلى جانب طبعا بعض الفقرات البدنية اللي بيكون باستخدام الكرة من اللعبين تقدر تقول يا محمد برضو عايز يعني بالأمس أقولك إن اللعب خالد عبد الفتاح يعني ده كان من الأمور اللي حدثت فيه تدريب للأمس خالد عبد الفتاح كان شعر به ألام فيه العضلة الخلفية للقدم اليسرى طبيب الفريق الدكتور رحمد جبالله يعني فضل يعني يخرجه من المرام بعد شعوره بالألام وتم إجراء إشاعة بالرنين والسنارة على خالد عبد الفتاح اللي أكدت يعني زي ما يعني قال الدكتور رحمد جبالله إصابه به شد فيه العضلة الخلفية للقدم اليسرى وبالتالي النهاردة يعني بدأ خلاص فيه البرنامج التائيلي ويدخل فيه مرحلة البرنامج التائيلي أجر يعني بعض الجلسات الطبية وعمله أيضا إشاعة تانية الدكتور رحمد جبالله يعني بتقدر تقولي إن الأمور بالنسبة له بعد إصابته طبعا هيمشي فيه برنامج تائيلي خلال الأيام القادمة عايزة أطمنك أيضا محمد على كلام كتير كلام بتقال على أو اجتهدات من بعض الجمهور أو بعض الزملاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأخبار بتقول يرد سليم ينزل خلال 48 ساعة أو عبدالقادر خليه نقولك الكلام ده غير صحيح بالمرة اللعيبة فيه البرنامج التائيلي عبدالقادر بطمنك عليه أمور بالنسبة لعبدالقادر طبعا اللي كان اشتكى طبعا أو يعني صبته كان اتمز فيه العضلة خلينا أقولك إن الأمور بالنسبة له يعني أفضل على أفضل ما يكون بدأ مرحلة أخيرة في البرنامج التائيلي بالجاري حول الملعب خلينا طمنك برضو على أحمد نبيل كوكل اللي كان أصيب مع المنتخب المصري وطمنك أيضا على محمود متولي في مراحل التائيل ريدا سليم خليني برضو أكدلك إنه خلاص بدأ في مرحلة اللي هي المتدر طولي المرحلة الأخيرة يعني المعظم اللعيبة اللي أنا بقول لك عليها محمد هي خلاص في المرحلة الأخيرة من برنامج التائيلي بس مش الكلام يعني اللي بتقال 24 ساعة أو تماري 20 ساعة أو الأمور دي لا خليني يعني أحسم لك أو أجزم لك هذا الأمر إن جاهزية هؤلاء اللعبين بالكامل لمباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد طبعا أنت عارف أنت عندك متسع من الوقت مستر كولر الجهاز الطبي مش هيجازف بنزول أي لعب لي التدريب الجماعي إلا لما يكون تطمن ليه سلامته طبيا بشكل كامل عندك طبعا زي ما قلنا محمد وقت كافي إن شاء الله قبلها دي المباراة لكن تقدر تقولي الأمور محسومة بالنسبة لي يكونوا جازين إن شاء الله فضل يا محمد برد أسليم ينزل تدريبات جماعية إمتى؟ تقدر تقولي يا محمد خلال يعني ثلاث أسابيع بالكتير يعني خلال ثلاث أسابيع يكون موجود في التدريبات الجماعية في نفس الوقت أنا بأكد نفس المدة محمد نفس المدة متولي وكوكا نفس يعني زي ما أكدت لك محمد أحمد نبيل كوكا متولي عبدالقادر ردى سليم هيكونوا يعني في نفس التوقيت المدة تتراح ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع يكونوا الجميع اللعبين في تدريب الجماعي للنادي الآلي ويصبح مشاركتهم أمر خلاص أمر فني بيغضع لمستر كولر زي ما يعني وضحت من خلالك يا محمد هيكون الأمر محسوم بالنسبة له إن شاء الله وجازيتهم لمباراة شباب بلوزداد بإذن الله طيب وسام أبو علي في المراني الجماعي ولا محتاج برنامج للفترة اللي جاية والحاجة التانية كمان يا فاروق المباراة الودية أو السفر في إمكانية إقامة معسكر خاريه يعني خلينا أقولك يا محمد وسام أبو علي واحد يعني من اللعبة اللي نتمنى طبعا يكون إضافة الفريق للنادي الآلي يعني من أول يوم تم إجراء فحص طب شامل يا محمد أمر استغرق أكثر من سبعة أو ثمان ساعات طبعا برفقة الدكتور أحمد جبالله يعني عمل فحص طب شامل لكل الأمور وكل الأسئلة وكل الأمور الطم من النحاء الطبية بشكل كامل على الناعب وسام أبو علي خلينا أقولك إن وسام كان أجرى بعض الفحصات الطبية في الخارج قبل قدومه للنادي الآلي دكتور أحمد جبالله أصر على يعني عادة بعض الكشوف وأجرى فحص طب شامل طبعا أكد سلامة وجاهزية وسام أبو علي اللي نزل طبعا خد أجزاء من الجانب الجانب البدني على مدار أول يومين سواء يوم الخميس أو يوم الجمعة يوم السبت واليوم طبعا بدأ بقى يدخل فيه التدريبات مع اللاعبين بشكل كامل شكل جماعي خلينا أقولك إن شاء الله يكون واحد من الإضافات المهمة جدا لفريق النادي الآلي طبعا وسام عنده حالة من السعادة أنه موجود داخل جدران النادي الآلي كلامه مع اللاعبين الابتسام اللي احنا بنشوفه على وجه اللاعب وسام أبو علي جاي حقق أهداف لي كتير جدا مع النادي الآلي إن شاء الله صفقة تكون على قدر طموحات جماهير النادي الآلي ويقدر يضيف للنادي الآلي زي ما النادي الآلي طبعا بيضيف لأي لعب بيرتدي قميص للنادي الآلي طبعا الأمور استقبال اللاعبين يعني خلينا أقولك أن أيضا بعض اللاعبين يا محمد المتواجدين مع المنتخب المصري خلينا أقولك أن محمد شناو كابتن فريق النادي الآلي يعني كان فيه تéléفون ما بينه وما بين وسام أبو علي يقدر أنه يهنيه بنضمامه للنادي الآلي ويتطمن عليه تواصل من جانب لعب النادي الآلي مع وسام أبو علي يتمنوا له التوفيق تواصل ده محمد مش من اللاعب اللي موجودين فقط لكن اللعب أيضا الموجود في المنتخبات الأخرى إن شاء الله يكون إضافة مهمة للنادي الأهل فترة قادمة محمد يعني خلينا أقولك إن الفريق غداً هيستاني في تدريباته صباحاً إن شاء الله يكون تدريب الفريق يكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً طبعاً من المقرر إن شاء الله محمد يكون في معسكر خارجي للنادي الأهل بيتم الترتيب لي خلال الفترة القادمة من الممكن يكون آخر شهر يناير الشهر الحالي الحالي طبعاً بعض الأمور المطروحة هل من يكون ممكن يكون في الإمارات أعتقد كلها من الأمور المطروحة خلال الفترة القادمة يعني تقدر تقول خلاص يعني بيتم الاستقرار ولقوف على كافة الأمور الخاصة بهذا المعسكر خلال الفترة القادمة بإذن الله شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح على كل هذه المعلومات وتفاصيل أعتقد يعني جديدة كلها أخبار مهمة جدا عن موقف بعض اللاعبين العائدين من الإصابة إصابة لخالد عبد الفتاح معسكر في الفترة القادمة وارد بنسبة كبيرة لو ناخد بنا من الجوز اللي تعرض للتدريبات ما فيش غير 15 لعب فقط ده قوام الفري الأول في الفترة اللي جاية كولر لما يعمل معسكر أو مباريات ودية أكيد هيحتاج يدعم بعدد كبير جدا من قطاع ناشئين لاستكمال صفوف الفري في المباريات الودية